في الوقت اللي بدأت تظهر سياسات ناسا تجاه صور جيب سويب واللي قرر مجلس دارة المشروع انه يظهر بعض الصور ويخفي صور تانية عن الاعلام لمدة سنة كاملة علشان يقدر العلماء يحللوا ويدرسوا الصور دي في جو بعيد عن الشحن الاعلامي بتتصرب بعض الصور لمجرتين حلزونيتين مهمي جدا تم رصدهم قبل كده باكتر من تلسكوب في السنوات اللي فاته بالرغم من ان ناسا ما نشرتش الصور الرسمية للجرمين دول الا ان الصور اللي اظهرها بعض الباحثين والفلكيين واللي بيشتغلوا في مجال دراسة الصور اللي بيرصدها جيمس ويب الصور دي اظهرت قدرة عالية لويب على الرصد مبلقوا هتحقق الصور الجديدة دية للمجرات الشبحية دي طفرة كبيرة جدا في معرفة كيفية تشكل المجرات ودور الغاز والغبار الكوني في تشكيل النجوم يلا بينا نشوف الصورة اللي ظهرت لحضرتك وانت شايفت دلوقتي قدامك للمجرة NGC 628 واللي كان اسمها زمان M74 بتكشف عن ادلة مهمة جدا عن كافية تصرف الغبار في المجرات في سنة 1780 اكتشف فلكي فرنسي اسمه بيير ميتشان المجرة دي وكانوا بيحتقتوا زمان انها صدم او صحب كونية مش مجرات بالمناسبة وقال لأستاذه شارل ميسيي الفلك الفرنسي المشهور انه يضيفها في قائمة الأجرام السماوية اللي بيرصدوه لاحظ ميسيي واللي كان مهتم وقتها هو وتلاميذه بالمزنبات لاحظ ان الجرم الجديد دوت مش بيتغير مكانه في السماء فقالف ميسيي موسوع للأجرام السماوية السبت قال ايه قال علشان الناس اللي بترصد ما تتلخبطش بينهم وبين المزنبات زمان كانوا مهوسين بالمزنبات الوقت احنا مهوسين بالبجرات مع زورين برضو وما كانوش يعرفوه المهم ميسيي 74 او ايه الملقبة بالفانتوم جالكسي او المجرة الشبحية وهي عبارة عن مجرة حالزونية كبيرة موجودة في كوكبة الحوت وبتبعد عننا مسافة 32 مليون سنة ضوئية من الارض واسماع الجديد في الكاتالوج الفلكي العام هو ان جي سي 6-2-8 في مارس 2005 اكتشف مرصد شاندرا للاشعة السينية مصدر فائق للاشعة السينية في المجرة دي تقريبا كتلته حوالي 10 تلاف من كتلة الشمس وبشاع طاقة اشعة سينية اكبر من النجم النيترودي على فترات بلغت حوالي ساعتين في الرصد الاكتشاف ده بيدول دلالة قوية على وجود ثقب اسود متوسط الكتلة في مركز المجرة M74 نشر جابريل بريمار علم الفلك في مركز الفجر الكوني في معهد نيلزبور بجامعة كوبنهاجم بالدنمار نشر صورة مزهلة للأزرع المتصاعدة للمجرة الشبحية اللي هم نتكلم عليها NGC 6-2-8 او ميسيي 74 طبعا التقط تلسكوب جيم سويب صورة NGC 6-2-8 في 17 يوليو اللي فات من يومين فاتوا يعني تمام الساعة 12 مساء بتوقيت جريناتش وارسل البيانات دي مباشرة عندنا هنا في الارض علشان بيتم بتخزينها في أرشيف فاربا ميكولوسك للتلسكوبات الفضائي واسمه المختصر ماست وهو مفتوح للجمهور على فكرة وتقدر تدخله من على الانترنت بيحتوي الأرشيف ده على بيانات من 16 تلسكوب تابع لوكالة ناس بما فيهم المهمات اللي شغالة دلوقتي زي التلسكوب حبل الفضائي وكيبلر وبالمناسبة كيبلر تلسكوب فضائي مهتم بالبحث عن كواكب جديدة في النجوم المجورة ليد كريستم بوليام من فريق عمل جيمس ويب قالت لصحيف ديلي ميل في رسالة بالبريد الإلكتروني تأتي صورة M74 من بيانات ويب فعلية يعني أهو مصدر رسمي بيأكد أن الصور المنتشر على السوشيال ميديا خاصة بالمجرة الشبحية اللي بدي تكلم عليه يعني الصور دي مش متفابريكة التعديلات اللي عملها بريمر مطابقة للصورة اللي التقطها جيمس ويب للمجرة دي وكمان ميشيل ميرفلد أستاذ علم الفلك في جامعة توتنجيهام كتب على تويتر في تعليقه على الصورة دي هذه في الواقع صورة متوسطة للأشعة تحت الحمراء تم الحصول عليها باستخدام أداة ميري الخاصة بجيمس ويب واللي بتقدم رؤية غير مسبوقة للكول عند هذه الأطوال الموجية التي يصعب ملاحظتها من الأرض كالعادة في علم الفلك الصورة الملونة بتتكون من ثلاث تعريضات منفصلة بيتم الحصول عليها من خلال مرشحات وفي الحالة دي بتكون ما بين 7 و7 من 10 و10 و11 و3 من 10 ميكرو كل الأطوال الموجية دي بتكون موجودة في جزء من الطيف بتسيطر عليه الإمبعاثات الخاصة بالهايدروكربوناتلة متعددة الحلقات البي اي اتش علشان كده لما بيتم تعيين الإمبعاثات المكتشفة دي عند الأطوال الموجية دي على مقياس الارجي بي اللي احنا نقدر نشوف منه والارجي بي بالمناسبة هو اختصار للألوان التلاتة الأحمر والأخضر والأزرق ودي درجات الألوان اللي بتدركها العين البشرية مع تفريعات بقية الألوان واللي بتتفرع من الألوان التلاتة واللي أصلا بيتكونوا من اللون الأخضر المهم بعد كل العمل ده بينتهي بنا المطاف في الصورة دي للكثير من اللون الأزرق وكمية كويسة من اللون الأحمر وشوية قليلة من اللون الأخضر واللون المميز طبعا في الصورة دي هو اللون الأرجواني الزهري اللي هو عبارة عن خليط بين الأحمر والأزرق تم تصوير الأزرع الحلزونية ديت لـ NGC 628 قبل كده ولكن ده تم بالضوء المرئي بواسطة تلسكوب هابل الفضائي وبالأشعة تحت الحمراء بواسطة التلسكوب سبيتزا والصورة المركبة من ثلاث مجموعات من البيانات بأطوال موجية مختلفة واللي التقطتها أداد ويب للأشعة تحت الحمراء ميري المظهر الأرجواني المميز للصورة بيشير للتركيب الكيميائي الفريد لصحب الغبار واللي بتتكون أساسا من جزيئات كبيرة اتكلمنا عليها قبل شوية اللي هي الهايدروكربونات العطرية متعددة الحلقات واللي الجزيئات دي بالمناسبة مش بتدينا إلا أطوال موجية محددة من الضوء علشان كده لما بريمر عمل تعيين الأطوال الموجية الثلاثة ديت للألوان الأحمر والأخضر والأزرق كان اللون الأخضر قليل جدا في الصورة لكن الانبعاثات الحمراء والزرقاء هي اللي ظهرها وبكسافة عن طريق اللون الأرجواني اللي عبارة عن خليط جميل منهم تم التقاط الأطوال الموجية ديت عن طريق جامس واب زي ما قلنا من شوية يوم الأحد اللي فات وعلشان كده ما كانش عند علماء الفلك فرصة كافية لتحليل الصور دي إلا إنهم لحظوا إن المركز الفارغ في نص الصورة زي ما انتم شايفين كان مختلف عامة أزراته الصور المرئية للمجرة قبل كده واللي التقطتها التلسكوبات زي تلسكوب هابل وده ممكن يشير لعمليات فيزيائية مثيرة للاهتمام بتحصل داخل المجرات الحلزونية اللي زي دي البيانات دي برضو ممكن تقلنا حاجات عن كيفية تكوين الغبار وإعادة توزيعه في المجرات المعلومات اللي جوا الصورة دي كتيرة جدا والوقت قليل جدا عشان نستكشف كافة التفاصيل الموجودة في الصورة دي وبالتالي نقدر نقول إن كل يوم حتظهر ملاحظة جديدة في الصور الأولى ديت حتى كمان الصور الأولى اللي انتشرت الأسبوع اللي فات وقدينا منتظرين الصور الجديدة تطلع احنا لسه منتظرين صور الكوكب تربست وان اي تظهر واللي بالمناسبة جيمسويب قاعد يصور المجموعة النجمية ديت والكواكب بتاعتها السبعة حوالي خمس ساعات يوم الأحد اللي فات نفس يوم تصوير المجرات الحلزونية دي جيمسويب مش بيهزر شغال ومحدش همه المهم إحنا بقى نشتغل بقى ونهتم بالعين ونكون فاعلين في مجتمعاتنا ونحاول نقدم للبشرية والإنسانية حاجة عظيمة ومشربفة لأوطننا واللي محتاجة الجهد كل واحد فينا بدل التعليقات السلبية اللي بلاقيها في كل فيديو ناسة الكذابة وكذبة المنجمونة ولو صدقوا لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الشير واللايك ولو مش مشترك في القناة ما تنساش الاشتراك نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في انفسير ولاف معلوماتي مع محمد فان سليم سلام عليكم اشتركوا في القناة